الان مشاهدين شرع الفريق احمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة الى الناحية العسكرية الثانية بوهران ابتداء من الاحد الثالث افريل 2016 ويرافق الفريق في زيارته اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محمد العرب حولي قائد القوات البحرية واشرف الفريق على تنفيذ تمرين رمي بصواريخ سطح سطح على مستوى مضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران والذي تم تنفيذه من قبل طاقم السفينة الغراب الظافر وهي السفينة التي تعززت بها قواتنا البحرية مؤخرا